موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في نشرتنا الرئيسية اليكم ابرز عنوين موسيقى وفات سبعة اشخاص بجماعة من تياريت باقليم تارودان جراء سيول الجارفة التي ضربت المنطقة وعمليات البحث عن المفقودين متواصلة بتسخير مختلف الوسائل اللوجيسيكية والبشرية موسيقى موسيقى مواصلة اتخاذ الاجراءات الضرورية لاستكمال اوراش الحماية الاجتماعية تأكيد رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي الاسبوعي الذي تدرس وصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيم موسيقى تأكيد على متانة تعاون بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية في المجال العسكري خلال زيارة الجنرال ستيفن تونسند قائد القيادة الامريكية لافريقيا افريكوم لبلادنا موسيقى ضمن منافسات دورة الثانية عشر للعب الافريقية المغرب يتصدر صبورة الميداليات في رياضة الملاكة موسيقى اهلا بكم بتعليمات سامية من صاحب الجللة الملك محمد السادس القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اليوم بالرباط الجنرال ستيفن تونسند قائد القيادة الامريكية لافريقيا افريكوم الذي يقوم بزيارة للمملكة اليوم وغدا على رأس وفد عسكري وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ان المباحثات التي جمعت المسؤولين والتي جرت بحضور القائم بالاعمال والملحق العسكري بالسفارة الامريكية بالرباط مكنت من تضارس مختلف اوجه التعاون العسكري بين البلدين وكذا افق تطويره وادف البلاغ ان المسؤولين نوها بالروابة التاريخية والعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية وحسب المصدر ذاته فان التعاون العسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية يشمل بالاساس التكوين والمناورات المشتركة وزيارات المعلومات وكذا تبادل التجارب والخبرات بهدف تحسين قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الامريكية وتجدر الاشارة الى ان القيادة الامريكية الافريقية والقوات المسلحة الملكية تقيمان علاقات شراكة تقوم على الاحترام والثقة المتبادلين والاحترافية وسنعود لتفاصيل زيارة قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا ضمن هذه النشرة أمطار غزيرة عاش إقليم تارودانت مساء أمس أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة سبعة أشخاص بدوار تيذرت جماعة إمين تياريت دائرة إغران فاجعة عاشت فصولها الساكنة بعد أن داهمتهم السيول الجارفة واعتبر على إثرها شخص واحد في عداد المفقودين فيما تم إنقاذ شخص واحد نقل إلى المستشفى الإقليمي فريق الأولى قضى ليلة كاملة بدوار تيذرت والتفاصيل مع زينا أيتلمين إبراهيم أفاق مصطفى ودا ومحمد الألوي دوار تيذرت بيتارودانت ما زال تحت الصدمة لم يخطر على بال دواور إبن تياريت أن يعود وادي تيذرت بتلك القوة والعنفوان إلى مجرى بعد كل هذه السنوات عماد الطفل الذي كان ضمن المتفرجين في دور كرة القدم يعد اليوم أحد الناجين من فاجعة ضربت الدوار كنا كتفرجوا في السطح تباكي على الباشا تشكلت شتا لأبد الرجل قناع شتا تجال واد علاق فلاك قالوا دراك يصورون داك شو قاعدة الشلو قاعد الحب لله الداني الواد شو وصلتها إلى أحدا إلى أحدا الدوار قرأ أدخل الدوار وسأواع تقول يدراني شب الله يجزوا بيحا أنا لاعب التحط في زرتك يعني بلية الأب ديالي في ذيك اللقطة لم تتمالك نفس ديالي مشيت جزرت الأب ديالي بلية رجل كبير تهوا بغيت نمشي نجره الساعة باغتتنا المياه ودارت بينا دارت تيران كامل وبقينا فوق ديك المنصة بقينا فوق المنصة يعني ما شو نقول لكم واحد صدمة اللي كانت اللي ماتب بقى الحضر اللي كانوا بلد مكانك يغوت يعني تصدمنا كنشوفوا الموت الموت بانت لنا بين عينينا والحمد لله يعني يعني الناس 83 سنة كاللي 65 سنة ما عمر بحال هذا الشيء يوقع في هذه المنطقة ككل حين داهمت مياه الفيضانات الملعبة إبان المباراة النهائية بين فريقي تيزرت وتامجوت على حين غرى بين صيحات الاستغاثة والرعب هرع الجميع طلبا للنجاة فيما جرفت مياه الفيضان سبعة أشخاص وواحد في عداد المفقودين وأنقذ شخص واحد هذا الملعب هذا عنده أكثر من أبعين سنة هو موجود وتسمعوا به بأنه تلعبوا فيه الفوق ديال الدواري المجاورة تيديه قوم بحل واحد دواري بموسيقى بين الساكنة بين الدواري وهذا الملعب هذا بدت يتطوى في هذه المدة الطويلة ديالا بعي السنة وهذا العام هذا أعطاه واحد لبسها واحد منظرة زينة اللي أعطاته باش اللي يلعبوا فيه واحد دواري مهم ديال اميتيات احنا بالنسبة للجمعية قامت بالمهمات ديال الإصلاح الملعب الملعب كنا كنا نلعب فيها 40 عاما دي وقمنا بالإصلاح دياله ولكن هذه الكاريتة اللي جاءت هذا النهار هذا كاريتة كبيرة والواد كبير مع مرنا شفنا بحل هذه الواد هذا من هنا مرت تلك السيول التي أحدثتها الأمطار الغزيرة عاد الوادي هذا الصباح لسكونه المعتاد لعقود ألفته الساكنة على هذه الشاكلة كنت كان لعب تمام اللي عندي 18 عام ديك البلسة ولكن هاد الواقع اللي وقعت يعني الناس بغاوا يشوفوا الواد حيث ما عمر الواد تلع ديك البلسة من اللي يسمعوا الواد جاي الناس كما قال هاد سيدنيت اللي قال بغا جاي التليفون ديالهم شادين باش يصوروا الواد مهما شادين تليفون كيتسنوا باش يصوروا الواد الواد هجم عليه هم ديك الجياء تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات الحادث وفور حدوث الفاجعة تجندت الساكنة المحلية إلى جانب مختلف الجهات المعنية من وقاية مدنية ودرك ملكي وقوات مساعدة لإنقاذ الضحايا والبحث عن مفقودين عملية سخرت لها كل الوسائل اللوجستيكية من آليات وسيارات إسعاف بالإضافة إلى تسخير مروحية وطائرة من نوع ديفاندر لمواصلة البحث عن الشخص المفقود وتقديم الدعم للمواطنين بهدف التخفيف من تداعيات الفيضانات التي عرفتها المنطقة وينضموا إلينا مباشرة من جماعة المنتيارية الكوموندو مصطفى النية القائد الإقليمي للوقاية المدنية بتارودان سيد مصطفى مساء الخير مساء الخير إذن بداية ما هي آخر حصيلة للفاجعة وماذا عن مواصلة البحث عن الشخص المفقود لا زالت الحصيلة لم تتغير بعد وهي سبعة وفايات وإنقاذ شخص ولا زالت شخص واحد في عداد المفقودين والأبحاث لا زالت مستمرة حيث تم تعبئة كل وسائل اللوجستيكية والبشرية لتسهيل عملية البحث والإنقاذ إذن سيد مصطفى عملية البحث صدفت صعوبات من جراء هطول أمطار غزيرة بالمنطقة نجمت عنها سيول بنفس وتيرة مساء أمس كيف تعاملتم مع هذه الإكراهات؟ بالفعل فروق الإنقاذ واجهت هذه العشية بعض الصعوبات تتمثل في هطول أمطار كثيرة وغزيرة مما أدى إلى فيضانات وسيول بالنهر مما حالت دون استمرار عملية البحث والإنقاذ نعم كسؤال أخير سيد مصطفى ما يندع عن الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطات المحلية؟ بالنسبة للإجراءات لسلطات المحلية تم تكوين لجنة إقليمية بعين المكان متكوينة من مختلف المصالح تحت الإشراف الفئلي والمباشر لسيد عامي صاحب جلال على إقليم تارودانت نعم نعم الكوموندوم ستفني القائد القليمي للوقاية المدنية بتارودانت شكرا لك على كل هذه التوطيحات وفي جو مهيب ووري الثرى جثامين ضحايا فاجعة ملعب تزيرت الذين قضوا نحبهم في الفيضانات التي عرفتها المنطقة وذلك بحضور أهالي الضحايا عشرات من المواطنين من المنطقة وخارجها رحم الله الضحايا إن لله وإن إليه رجعون وبعد الفاجعة لحظات للتآذر والتضامن تغمر جماعة إمين تياريت السكنة لازالت تحت الصدمة وتطلق المواساة والتعازي من أهالي الدواوير المجاورة زيناء ايتلامين إبراهيم أفاق محمد العروي ومصطفى وده دواوير إمين تياريت بتارودان تعيش حدادا بعد الفاجعة في دوار تيزرت مواساة وتآذر وتضامن في الدوار أيضا مأتم وعزا جماعة كما كان نقول في العرف الجماعة أتت إلى هنا لتقديم التعزية وأيضا كي تبينا الروح التآذر والتآخي التي تجمع بين الجماعتين خاصة جماعة النحيط وأيضا جماعة تيزرت بالفعل حزا في نشتنا هذا الحديثة الفاجعة اللي كانت مفاجئة صراحة ودحية مجموعة دي الأشخاص أبناء منطقة كانوا سيوهد الناس ولو بالدعوة دي النقل كانت ترحموا عليهم وانترحموا على جميع الناس لتصابوا في المصاب الجلال وكانت طلبوا صيد ربي تقبلهم من عنده قابل حسن ويصبر العائلة ديرهم والحمد لله هذا قدر الله قدر الله ما شاء وفعل إنسان قدر ما عندك ما تدير ليه لم تكن الأمطار الأولى لتنذر بالسيول التي أتت على كل شيء في طريقها فللويديان ذاكرة تسترجعها أن الفيضانات والأمطار الغزيرة عاد الوادي إلى سريره فخلف المأساة وأيضا لحظات إنسانية تحولت فرجة مباراة دور محل لكرة القدم إلى لحظات فقد وحزن فالدوار فقد سبعة من أهاليه وشخص واحد في عداد المفقودين وأنقذ شخص آخر إشكالية بناء ملعب تزارت بتارودان جنب الوادي يطرح تساؤلات كثيرة فالقانون يمنع بناء أي منشأة في المناطق التي يمكن أن تعرف فيضانات التفاصيل مع السكين الإدريسي إبراهيم أفاق مصطفى ودى ومحمد العروي أحداث مأساوية مرت من هنا الملعب الذي كان متنفسا للساكنة أصبح مقبرة لهم بسبب سيول جرفت أجسادهم الضعيفة اليوم تطرح أسئلة من نوع آخر من المسؤول عن بناء ملعب تزارت ولماذا بنية في هذا المكان القريب من الوادي رغم منع القانون 30-09 لإقامة حواجز أو بنايات أو تجهيزات أخرى من شأنها أن تعرق لسيلان مياه الفيضان هذا الملعب حسب المعطيات المتوفرة من مصادر متوق بها أنه تتم الإنجاز منذ 30 عام هذي وتخدع مرة مرة هي من طرف الجمعية لجمعية تزارت للتنمية تعاون في إطار واحد الكتتاب تديروه ولا تويزها ولا بشوف رول الشباب والمواطنين واحد الفضاء لممارسة كرة القدم إذن هو غير تابع الملعب للقرب أو نحن كموليرية مع أن نحتش اتفاقية ونحتش واتقال تتبث بأنه ستبع لنا منذ أزياد من 40 سنة كان يلعب شباب المنطقة هنا ولم يحدث أن عرف أي نوع من الحوادث تأهيل الملعب كان يتم باستمرار واللاعبون والفريق التقني يشهدون بذلك لبناء الملاعب الرياضية معايير لابد من الالتزام بها ومثل هذا الحادث المؤلم لا يمكنه إلا أن يشد الانتباه لضرورة احترام المعايير القانونية التي تضمن السلامة لللاعبين والمتفرجين وانضم لنا مباشرة سيد الحسيني وعبد مسؤول قسم التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية سيد حسين مساء الخير مساء الخير إذن ما هي التوقعات المناخية بالمملكة خلال الساعات القادمة خصوصا بمنطقتين الأطلس الصغير والمتوسط إذن بالنسبة لمنطقتين الأطلس الكبير وكذلك الأطلس الصغير فهناك بعض الزخات الرعدية تهم خلال هذه الليلة المناطق هي معتدلة العموم كذلك هناك زخات رعدية قوية تهم خصوصا أقلي من الجنوبية نخص بالذكر مناطق أوسرد والدهاب بوجدور بالإضافة إلى مناطق الدخلة وصمارة وبالنسبة اليوم غدين بحول الله فالأجواء ما زالت مواتية لتكون صحب غير بوصقرة خصوصا بمناطق الأطلس الكبير والأطلس الصغير والسفوح الجنوبية الشرقية وكذلك بأقال من الجنوبية وذلك نتيجة لصعود كتل مدارية التي تتميز بالرطوبة وكذلك بالحرارة ولما تصل إلى المناطق الجبلية فيزداد عدة عدم استقرار ديالها وبتلك تعطي زخات رعدية معتدلة إلى قوية إذن ماذا عن التدابير الاحتياطية الواجب إتخاذها في مثل هذه الظروف إذن بالنسبة لحالة جوية لما تتميز بعدم الاستقرار فالمرجو كذلك تتبع الحالة الجوية تتبع النشرة الإندارية وكذلك تتبع الميدياع وكذلك التلفزة وكذلك وسائل الحديثة لمعرفة الحالة الجوية في مكان ما وكذلك في حالة هناك فيضانات المرجو يعني اللجو إلى مناطق آمنة مرتفعات في أقرب وقت ممكن لتفادي يعني وكذلك يجب لابتعاد ما أمكن من الأودية والمنحدرات سيد حسين هل يمكن اعتبار مثل هذه الزخات المطرية العاصفية عادية خلال هذه الفترة من السنة بالنسبة لهذه الفترة من السنة خصوصا في هذه الفترة نهاية فصل الصيف وكذلك اقتراب فصل الخريف فتتميز الحالة الجوية العامة بعدم الاستقرار نتيجة لأن هناك ما زالت الأجواء السفلة في الحرارة حرارة التي تكون في الأجواء السفلة وكذلك مرور في بعض الأحيان لكوتة الهوائية باردة في الأجواء العرية وبالتالي تولد عدم الاستقرار خصوصا في هذه الفترة وكذلك فترة شتنبير وبالتالي فيجب أخذ الاحتياطات وكذلك تتبع النشارات ومزيدا من الحيطة والحضر نعم سيد حسين يعابد شكرا لك على كل هذه التوضيحات وبسبب الأمطار الرعدية القوية التي عرف إقليم تارودانت أمس أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في بلاغ لها أن حركة السير مقطوعة على مستوى الطريق الجهوي الرابط بين تاليوين وتفراوت عند المقطع الطرقي الرابط بين أساكي وإغرم وذلك بعد ارتفاع مستوى منسوب مياه عدة شعاب على مستوى بعض المقاطع الطرقية تحويل الاتجاه ممكن من أساكي عبر الطريق الوطنية رقم عشر نحو التقاطع مع الطريق الوطنية رقم سبعة مرورا بألوز ثم نفس الطريق الوطنية في اتجاه إغرم وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم الهاتفي الظاهري على الشاشة فاجعة تارودان شكلت المحور الأبرز في اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد صباح اليوم رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني وبعد أن أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا أكد أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ما جرى بالتحديد في ملعب تارودانت عرفت ناحية تارودانت أمس حادث مفجع ديال السيوع التي فاجأت بعض الشباب وهم يلعبون كرة القدام في ملعب ونترحم على الشهداء الذين توفوا في هذا الحادث المفجع ويتزال السلطات المحلية والسلطات المعنية كلها معبئة لعطور على المفقودين الآخرين ونحن نترحم على أولئي الشهداء وكن نرجو الله سبحانه وتعالى بالصبر والسلوان للأهل لهم وبطبيعة الحال الجهة المختصة ربشرت التحقيقات الضرورية لمعرفة ماذا جرى بالضبط وكيفها وما هي المسؤولية ولكن اللي كي همنا وهذا سننقشه في مجلس الحكومة ما هي التدابير والإجراءات الضرورية نتخذها باش ما يتكررش مثل هذا الحادث الأليم في مواقع أخرى وهنا شيء لا بد فيه من اليقضاء ولا بد فيه من احتياطات وجميع المنتدخلين خصوم التعاونوا إن شاء الله باش نتفادوا مثل هذه الحوادث وخصوصا مع التقلبات والتطورات اللي وقعها على المستوى المناخ واللي كتكون بعض هذه الحوادث غير منتظرة فلذلك درجة اليقضاء يجب أن نرفعها ويجب جميع الإدارات وأيضا حتى جماعة المحلية والمواطنين والمجتمع المدني التعبئة للتعاون جميعا لتفادي متى هذه الحوادث المحزنة في المستقبل إن شاء الله وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أكد السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات الضرورية استكمالا لورش الحماية الاجتماعية كما تمت المدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية أمين سليماني العربين نهيري وعبد إله مزح ملفات مهمة ذات الطبع الاجتماعي تدارسها مجلس الحكومة هذا اليوم ملفات تتطلب اعتماد النصوص القانونية الضرورية لتفعيلها وتتعلق هذه الملفات بالإجراءة الاجتماعية التي تم اتخاذ القرار بشأنها في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي للخامس والعشر من أبريل الالفين وتسعة تحشر وفي هذا السدد تم عرض مشروع قانون مرتبط بإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظف وأعوان الجماعة الترابية هذا الإجراء سيهم حوالي مية وخمسين ألف موظف وموظف وسيمكن من توفير عدد من الخدمات الاجتماعية متعلقة بالسكن والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية المهمة لتثمين عمل هذه الفئة على غرار الخدمات المقدمة من قبل جمعيات الأعمال الاجتماعية في قطاعات أخرى وبموجب نفس الاتفاق تم تدارس مشروع تحديد مقدار التعويضات العائلية لفائدة عمالي ومستخدمي القطاع الخاص المشروع نص على رفع قيمة التعويضات من مئتين إلى ثلاثمائة درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2019 ويهم هذا الإجراء ما يناهز مليون ومئتين ألف شخص كما ستنعكس أثاره على ججد المليون ومئة ألف طفل مما يعني إضافة ما يناهز ججد المليار ججد فاصل خمسة مليار درهم سانويا المجلس نقش أيضا إدخال تعديل على المرسيم العامة فيما يخص تعميم التغطية الصحية الموجهة للمهن الحرة والمستقلين من غير الأجر وذلك بتحديد اللائحة الأولية للمهن وهذه المهن تشمل أربعة عشر مهنة منها الأطباء الأطباء الأسنان البيولوجيون الصيادلة المهن القانونية والقضائية وآخرون بدءا من المرسوم العام الذي ستقع أو حصلت المصدقة عليه اليوم سيقع إصدار المرسوم الخاصة بكل مهنة معتبنا ذلك ورشا إجتماعيا هاما سيؤثر بشكل بالغ على تكلفة التغطية الصحية مما سيمكن من تخفيف المصارف الصحية بالنسبة للأسر المعنية المجلس تدرس وصادق بالموازاة على سلسلة من المرسوم يهم الأول منها إقرار تدبير خاصة بتسوية وضعية بعض أطر هيئة التدريس فيما يهم المرسوم الثاني مجالس الأحواض المائية والتدابير المركزية والتشارك المائي مشروع مرسوم ثالث تمت المصادقة عليه وهو مرتبط بمجال المناجم وبالتحديد الملح والرصاص إذ يحدد قائمة الأماكن القائمة عليها الحقوق العرفية والحكومة نوهت بالتوقيع أمس على محضر اتفاق بين عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ومكاتب تمثيليات طلبة هذه الكليات نتابع تصريح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناتق الرسمي باسم الحكومة في هذا الشأن كما تم تأكيد على أن ما أفضى إليه من اتفاق هذا الحوار سيتم بموجبه الاستجابة إلى المطالب الوجيهة للطلبة وأيضا إيقاف الإضرابات التي شهدها الفضاء الجامعي الصحي ولهذا أؤكد على أنه أمس تمتوقع بين عمداء الكليات والهيئات مكاتب الممتلة للطلبة على الالتفاق المتعلق بهذا الأمر والذي كما سبق عن أشرت بموجبه ستتم الاستجابة إلى المطالب الوجيهة للطلبة وأيضا إيقاف الإضرابات التي شهدها الفضاء الجامعي الصحي وبالعودة إلى زيارة الجنرال ستيفن تاونسن قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا لبلادنا كان للمسؤول الأمريكي ندوة صحفية بالرباة تابعة عن الأولى عمد أمسمير وعبد الرحيم في لولة زيارة الجنرال ستيفن تاونسن قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على رأس وفد عسكري إلى بلادنا يدخل في إطال تعزيز التعاون العسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية حيث تتعزز هذه العلاقات كل سنة من خلال برامج تعاون عسكري لا سيما مناورة الأسد الأفريقي التي تعد من بين التدريب بين الحلفاء الأكثر أهمية في العالم في الشهر الأول من مهمة كقائد جديد للقيادة الأمريكية في إفريقيا توجهت إلى المغرب للتأكيد على أن المغرب هو حليف رئيسي خارج الناتو للولايات المتحدة وشارك قوي في مجال مكافحة الإرهاب ورائد إقليمي في مجال الأمن تعتمد علاقاتنا على الالتزام المتبادل في تعزيز الأمن والتلمية المستدامة في المنطقة من خلال التدريبات المشاركة وكذا مع الشركاء لا فارق الآخرين يمكن للجيش الأمريكي والقوات المسلحة الملكية تحسين قدراتنا على العمل معا وتوفير مستقبل آمن وأكثر ازدهار إن أفريقا تتطلع إلى مواصلة عملنا مع المملكة المغربية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين التعاون العسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية يشمل بالأساس التكوين والمناورات المشاركة وتبادل التجارب والخبرات بهدف تحسين قابلية العمل المشارك بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية أعتقد أن تعاون المغرب مع أفريقا كبير جدا سأقدم لكم بعض الأمثلة كعمليات حفظ السلام التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في إفريقيا الأسد الإفريقي هو أكبر تمرين في إفريقيا يصدفه المغرب منذ سنوات هذه الدورة ستضم 21 بلدا شريكا أي حوالي 3000 مشارك كما يتعاون المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب يشار إلى أنه منذ منتصف شهر غشت الجاري انطلقت على مستوى القيادة العامة بمنطقة الجنوب بأغادير اجتماعات للتخطيط برسم دورة 2020 لتدريب الأسد الإفريقي بين القوات الأمريكية والقوات المسلحة الملكية وذلك بحضور ممثلين عسكريين عن عدد من البلدان وكان الوفد العسكري الأمريكي الذي يترأسه الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة الأمريكية الإفريقيا قد قام بزيارة لضريح محمد الخامس حيث ترحم على روح جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله فارهما وفي ختام الزيارة وقع الجنرال ستيفن تاونسند في الدفتر الذهبي للضريح علماء لدى مصدر عسكري أن البحرية الملكية قدمت المساعدة خلال ليلة الأربعاء الخميس بعرض المتوسط لمائة وستة وخمسين مرشحا للهجرة السرية أغلبهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والذين واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين جروا إنقاذهم والذين كان البعض منهم في حالة صحية متدهورة تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قبل أن يعادوا سالمين إلى مختلف موانئ شمال المملكة نتوقف اللحظة عند جديد المال والأعمال وأخبار البرصات الوطنية والعالمية مع ياسر العمراني ياسر مساء الخير مساء الخير قيس البداية ياسر ستكون بمهرجان العنب إذن زراعة العنب قاطرة للتنمية المحلية في إطار مخطط المغرب الأخضر شعار الدورة الثانية عشر لمهرجان العنب بالجماعة رابية واد الشرعة المهرجان يهدف إلى التعريف بهذا النوع من الزراعة بالمنطقة وإبراز مستوى التقدم التقني والتكنولوجي المحققة في هذا المجال المتابعة رفقة أحمد العلوي وسمير بركان تعد سلسلة زراعة الكروم من أهم السلاسل الفلاحية بإقليم بن سليمان فهي تعد مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة لفلاح المنطقة وما تنظيم هذا المهرجان السنوي للعنب إلا فرصة للتعريف بمؤهلات هذا القطاع بالمنطقة وفضاء لتبادل الخبرات والمستجدات التقنية في مجال زراعة الكروم وتتمركز زراعة العنب أساسا على مستوى جهة الضر البيضاء السلطات التي تمثل 41% من الإنتاج الوطني تليها جهة مراكوش أسفي بالنسبة 24% ثم جهة الرباصة القنيطيرة وجهة فاس مكناس الحمد لله الآن كانت قيباً على المستوى الوطني بـ 120 أو 130 ألف طن دي الإنتاج هي بزيادة 25% بالنسبة السنة الماضية وكانت 5000 عائلة التي تعيش وتخدمها بالاستغلال هذه الفاكهة التي هي مطلبة ومحبوبة عن المواطنين وعلى هامش افتتاح هذه الدورة تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديري الإقليمي للفلاهاب بن سليمان وجمعية رواد لتنمية قطاع العنب تتعلق بتحويل زراعة الحبوب بزراعة العنب وذلك بغرس حوالي 500 أكتار في أفق 2021 المهرجان عرف تتويج مالكة العنب وعروضاً في فن الفروسية التقليدية كشفت المذكرة التوجيهية المتعلقة بوضع مشروع قانون المالية لسنة 2020 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية استمرار التطور الإيجابي لصادرات المهن العالمية للمغرب خاصة قطاعات صناعة الطائرات والصناعات الغذائية وأسلاك السيارات والمركبات الإلكترونية وحسب الأرقام المبينة في المذكرة التوجيهية فإن قطاع صناعة السيارات ما زال يحقق نتائج جيدة بالمغرب إذ أنه إلى غاية شهر يونو الماضي من هذه السنة حقق القطاع نسبة 40.3% بزيادة 1.4% مقارنة مع السنة الماضية أما فيما يتعلق بقطاع صناعة الطائرات فقد حقق خلال الخمسة أشهر الماضية من بداية سنة 2019 حقق ارتفاعا بلغت نسبته 8% تم بمدينة يوكوهام اليابانية عرض التجربة المغربية في مجال التمويلات والطاقات المتجددة لفائدة مقاولات وفاعلين يابانيين وذلك خلال لقاء على هامش أشغال مؤتمر توكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا وشكل هذا اللقاء مناسبة لتعريف رجال الأعمال اليابانيين بمناخل استثمار بالمغرب والفرص الاقتصادي الواعدة التي يتوفر عليها وكذا إبراز التقدم الذي حققه المغرب في توطيد القطاع المالي وتعزيز استثماراته على صعيد القارة الإفريقية في الخبر الاقتصادي الدولي خفضت وزارة التجارة الأمريكية تقديراتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 2% لكن أكدت أنه نمو ثابت بالمقارنة مع بداية هذا العام وبالوتير السنوية سجل إجماليا ناتج الداخلي للولايات المتحدة زيادة نسبتها 2% من أبريل إلى يونيو في تقديرات تتطابق مع توقعات المحللين مقابل 2.1% في التقديرات السابقة نتابع الآن النسبة المحققة من جانب بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بادي نيسا بذن تنتي اقتصادية هذا اليوم ونعود الآن إلى قيس شكرا لك يا سير لمنطقة أزيلال مؤهلات سياحية تجذب زوارا من مختلف مناطق المملكة سياح وباحثون في علم الآثار وجدوا المكان مناسبا للاستمتاع بالمناظر الخلابة والاستكشاف جماعة سيدي يعقوب واحدة من نقاط الجذب التي نتعرف عليها أكثر في روبرتاج سكين الإدريسي وعمر أجليدي بين جبال الأطلس الكبير والمتوسط مؤهلات طبيعية وأسرار تاريخية تدفع الزوار للاستكشاف هنا بجماعة سيدي يعقوب بإقليم أزيلال يستقبلك سكان المنطقة بصدر رحب الصغار كما الكبار دورت للحكيم عندنا الطبيعة بزاف وكيجيوا عندنا الحباب كيقضيوا أيامتهم والعطال هنا وكيعجبوهم الحال كنت منه من السياحة الداخليين حتى وما يجيوا باش يكتشفوا هالطبيعة هذه اللي كينا وهذه المناظر اللي كينا في الجبل وخلابة فيها مؤهلات سياحية راكين سبعات عيون مائية وشلالات إيموزار بأيطفالالاد والأشجر المطمرة وأشجر غابوية عشاق السياحة الجبالية يتسلقون جبال الأطلس للوصول إلى المنابع المائية الطبيعية وللاستمتاع بمناظر بانورامية ساحرة بعض الزوار يحركهم الفضول والمتعة أما البعض فيحل هنا للدراسة والتحليل والتأريخ خاصة أن المنطقة تتوفر على مغارات يعود تاريخها إلى الاحتلال البرتغالي هذه منطقة اللي هي جبالية وغزيرة بالتاريخ ديالا الذي يفوق تاريخ تأسيس مدينة مراكوش الحمراء وبذلك فهذه دعواء الباحثين لمزيد من التركيز على هذه المنطقة ولمزيد من استغوار مكموناتها المتعددة شلالات وخضرة ومنابع مائية طبيعية غطاء نباتي متنوع وجبال شاهقة فضلا عن استقبال حار من أهل المنطقة لكل هذه المؤهلات جاذبية تدفعك للتفكير في زيارة المكان الاضطرابات الجوية تجداح عددا من مناطق العالم في هذه الفترة أمطار غزيرة وصفت بالغير المسبوقة تهاطلت على جنوب غرب اليابان خلفت مقتل شخصين حصيلة أولية أعلنت عنها السلطات تزامنا مع تحذيراتها من فيضانات وانهيارات أرضية ودعواتها لإجلاء أكثر من ستمائة ألف شخص بالمقابل تزايد في الفترة الأخيرة حجم الحرائق التي اجتاحت غابات بعض بلدان أمريكا الجنوبية ففي بوليفيا التهمت الحرائق المشتعلة منذ أسابيع غابات شرق البلاد مما تسبب في إتلاف نحو مليون هكتار من الغطاء النباتي والغابوي بعيدا عن أخبار الكوارث الطبيعية تحدثت الأنباء القادمة من سوريا عن سقوط نحو 16 قتيلا من الأطفال والنساء وإصابة عشرات آخرين في قصف شنته طائرات النظام شمال غربي البلاد خالد الأحمد مجلس الأمن الدولي من المرتقب أن يعقد جلسة قبل نهاية الأسبوع الجاري بخصوص التسعيد الذي تشهده محافظة إدلب جراء قصف القوات النظامية السورية المتواصل للمنطقة يعلن مصدر ديبلوماسي نفس المصدر يؤكد انطلاق مناقشات بين بعض أعضاء المجلس حول مشروع قرار تقدمت به الكويت يدعو إلى هدنة وإلى حماية المدنيين والطواقم الطبية الطيران الحرب السوري يستهدف بشكل شبه يومي مناطق عدفري في إدلب الجنوبي وكذا في بعض قرى شمال حماه وشمال شرق اللاذقية المرصد السوري لحقوق الإنسان يفيد بأن القوات النظامية تحرز تقدما في محافظة إدلب إذ سيطرت منذ ليلة الأربعة المنصر على بلدتي التمانعة والخوين وثلاث قرى شرق خان الشيخون التي أخضعتها مؤخرا لنفوذها التوتر الذي تشهده محافظة إدلب منذ حوالي أربعة أشهر أو ذا حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بحياة تسعمائة وخمسين مدنيا وأجبر أسيت من أربعمائة ألف من أهالي المنطقة على النزوح وفق رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولاية جوزيبي كونت اليوم على تشكيل حكومة جديدة بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي واعدا بالعمل من أجل إيطاليا أكثر عدالة تطلع بدور ريادي في أوروبا وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تعلن اليوم أن الاتحاد يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران لكن شرط الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران حيث تشهد العلاقات بين البلدين توطرا كبيرا منذ السحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الموقع عام 2015 بإقليم بركان أقيم مخيم صيفي للفتيا للطريقة البوتشيشية القادرية تحت شعار تربية جمالية لأخلاق مثيلة في المتابعة وفال يقوبي ورشيد لاتبي تربية جمالية لأخلاق مثالية شعار اختارت الزاوية القادرية البوتشيشية لهذا المخيم الصيفي الوطني من خلاله يسعى المنظمون إلى تقويم سلوك الشباب والأطفال وفق منهاج المعتذل عجبني فيه ما رفق صحي ديولو كل شي متوفر الحمد لله كان مطعم كل شي متوفر فيه أفريشا كل شي متوفرين قاعات وإقسام كل شي متوفرين وبالنسبة لتكوينات كانت تكوين العلمي كدرون فيه مادة الحادث ومادة الفقه والسيرة النبوية وكانت تكوين الترفيهية كنديروا فيها مصابقات ألعاب هذا المخيم كاركز على الجانب الأخلاقي وكيد بزاعة الأنشطة المميزة لزوينا أتعجبهم عجبني مخيم بزاعة حيث أنا أسباق لي حدثت مخيم جهوي وكذا عجبني بزاعة حدث مخيم وطني تعرضت للأصدقاء جدادي ومن بزاعة الأنشطة بشنا الشاطئ الأحمر بشنا البيسي بعد تفادتهم من مجموعة من المخيمات الجهوية يأتلف هؤلاء الأطفال والشباب وعددهم 500 من المتميزين والمتفوقين في هذا المخيم هنا تتنوع الأنشطة بينما هو أكاديمي تربوي وترفيه المخيم الذي يعتبر حاضنة لطفولتنا لتأطيرها وتربيتها على القيم الأخلاقية وعلى أخلاق الجمال لتحصين هؤلاء الشباب ولحماية طفولتنا بصفة عامة من جميع الاختراقات الهدامة والإيديولوجيا هو يعمل على دعم قيم المحبة والسلم والتعايش والأخلاق والوطنية فهو كذلك يهدف إلى تربية الأطفال على روح الجماعة على إكسابهم مهارة حياتيا ويوميا مما يعمل على تحصينهم من السلوكيات وحمايتهم من المخاطر والثلووتات برنامج متنوع وفعال يتوخى من خلاله القيمون على المخيم ترسيخ ثقافة الحب والتسامح والتعايش بين الأديان في ظل تعاليم ديننا الإسلامي المعتدل في الخبر الرياضي الملاكمة المغربية تتصدر صبورة الميداليات في الألعاب الإفريقية بحصدها لأربع ميداليات ذهبية وفضيتين قائمة بالعوشي ومحمد النصري الملاكي محمد حمود كان الأول من افتتح باب التتويج بالذهاب لملاكمة المغربية فاز باللقب في مبارك خصة بوزن أقل من 57 كيلوغرام على حساب بيتر بيتا كابيجي من أغندا تولت النزالات القوية للملاكمين المغربة المدينة خرجوا متفوقين في وزن أقل من 63 كيلوغرام نادر عبدالحق يتوز بطلا ويفوز بالميدالية الذهبية على حساب غشاق كلالوي من جزر الموريس وسط مؤازرة قوية للجمهور وعشاق الملاكمة تمكن الملاكم علالي طاريخ ابن حيا المرنوسي من الفوز بالميدالية الذهبية بعد مقابلة قوية أمام دافيد كافوة من أغندا المواجهة المغربية أغندية أعطت تتويج للملاكمة المغربية بفضل أداء جيد لطاريخ الذي يتمكن من الفوز بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 75 كيلوغرام الميدالية الذهبية الرابعة في هذا الدور النهائي كانت من توقيع خديجة المرضي التي كانت متألقة وفازت بالذهب أمام ريدي جامان من الموزنبيق كما كان منتظرا خديجة المرضي قدمت أداءنا جيدا وأثرت أعجاب المتطبعين المقابلة كانت مشوقة والفوز يعود للمغرب من أصل ست نهايات المغرب يفوز بأربع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين نبقى مع الألعاب الإفريقية وهذه المرة ضمن منافسات كرة المدرب حقق المنتخب الوطني ثلاث ميداليات فضية واحدة وبرونزيتين تفاصيل ونهاء الزوجي ذكور في روبرتاج ابتسام أدريس قائمة بالعوشي وأمين الشرقاوي بملعب نادي السكاكيين قرباط وضمن منافسات الألعاب الإفريقية حقق المنتخب الوطني لقرة المدرب ميدالية فضية في مصابقة نهائية ثنائي رجال آدم منذر ولمين وهاب إنهزم أمام ثنائية تونسي محمد عزيز دوغاز ومنصور اسكندر هاد دابا كيف شتيو خسرنا لفينال في الدوبل درالي لعبو مزيان دارو المجهود كبير شوانسات يوما لعبو ماتش قوي خسروا غير دو جوستاش شوية ديال شوية ديال الزهر وشوية ديال لابرسيزيون في هذا الوقت المؤين وشوية عندك لامين شاوة في دوزيام سات كلها شوية في البول نوك ما كانش عندو السيرفيس بحال ديما الثنائي المغربي قدم أداء جيدا رغم الضغط الكبير لثنائي التونسي الأخير تمكن من إنهاء المباراة لصالحه بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما ستة أربعة وسبعة خمسة وكان الثنائي المغربي قد بلغ المباراة النهائية بعد تغلبه في مباراة النصف النهائي على الثنائي المصري كريم مأمول وشريف بجولتين نظيفتين أنا صحور جدا بما قدمته منذ انطلاق المنافسة المواجهات كانت صعبة والمستوى كان جد مرتفع وفي النهاية نجحت في الخروج بميدالية برونزية في الفردي وفضية في الزوجي ونازلت أطمح في الحصول على ميداليات الأخرى في مصابقة الفرق وفي منافسة الثنائي سيدة نجحت كل منصار عقيد ورانيا عزيز في إحراز الميدالية البرونزية بعد انهزامهما في النصف النهائي أمام الثنائي المصري رانا أحمد ومايار شريف بمجموعة سيندون مقابل تفاصيلهما ستة أربعة وستة أربعة ليصبح رصيد المغرب من الميداليات في مصابقة كرة المدرب ثلاث ميداليات صدية واحدة وبرونزيتين ضمن منافسة الألعاب الإفريقية المنتخب المغربي لكرة اليد تمكن بدوره من الفوز بالميدالية البرونزية عقب فوز على منتخب الجزائر في مباراة الترتيب وذلك بحصة 25 مقابل 22 هدف محمد أمين النوري بعد ان تعثر المغرب في بلوغ نهائي مسابقة كرة اليد وأقصي على يد منتخب أنغولا بسبب غياب التركيز وكثرة الأخطاء كان على العناصر الوطنية استغلال مباراة الترتيب أمام الجزائر التي أقصيت من دور النسف النهائي أمام مصر بفريق بين في النتيجة والأداء هي ميدالية نحاسية لا تقبل القسمة تبارى لنيلها كل من المغرب والجزائر في مباراة بدت في كثير من أطوارها متكافئة وإن مالت بعض الشيء للعناصر الوطنية التي أنهت الشطر الأول من المباراة بحصة 11 هدف مقابل 12 لصالح المنتخب المغربي خلال جولة الثانية اشتدت المنافسة وعادت الكفة لتقف عند المنتصف مانحة التكافؤ للمنتخبين تارى ولتميل في أحيين أخرى لصالح المنتخب المغربي الذي أبان عن الكثير من الخبرة والذكاء خصوصا في الأنفاس الأخيرة من المباراة حيث سيطر المنتخب الوطني وحول تكافؤ الأهداف إلى تفوق استقر على فرق مريح نسبيا توقف عند 25 هدفا مقابل 22 للجزائر التي خرجت صفر اليدين من المسابقة فيما طوق البرونز أعناق العناصر الوطنية التي ضيعت فرصة التباري على الذهب أو دونه الفدة واكتفت بمعدن النحس إلى العناوين طفت سبعة أشخاص بجماعة من تياريت باقليم التارودان جراء السيول الجارفة التي ضربت المنطقة وعمليات البحث عن المفقودين متواصلة بتسخير مختلف الوسائل اللوجستيكية والبشرية مواصلة اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستكمال أوراش الحماية الاجتماعية تأكيد رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي الأسبوعي الذي تدارس وصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية تأكيد على متانة التعاون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري خلال زيارة الجنرال ستيفن تونسند قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم لبلادنا ضمن منافسات دورة ثانية عشر للألعاب الإفريقية المغربية تصدر صبورة الميداليات في رياضة الملاقة ألقاكم غدا بإذن الله